أهلا وسهلا فيكم في برنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري رود الحياة قابل عامر نيكولا من قرية الناصر عامر شو هي قرية الناصر قرية الناصر هي عبارة عن قرية اللي فيها إحنا بنينا الناصر كيف كانت قبل 2000 سنة على زمن السيد المسيح بنينا هنا بيوت أبنية من الحجر من نفس المواد البناء اللي كانوا يستعملوها بنينا بيوت بنينا مجمع بنينا معصر الزتون ومن خلال العمل على الإقامة القرية تبين هون أنه فيه أثرات لأرض اللي كانت تزرع قبل 2000 سنة وأضفنا لكل هذا الأشي كمان ناس اللي راح يكونوا لابسين اللباس القديم اللي كانوا لبسوه قبل 2000 سنة وبيشتغلوا في الأرض بنفس الأدوات اللي كانوا يستعملوها بنفس الملابس اللي كانوا يلبسوها حتى الزائر يختبر كيف كانت الحياة فاتيك الفترة وكيف أصص الكتاب المقدس راح تكون أوضح من خلال الزيارة هون إيه أنت بلشتك كمنظمة وليش إحنا بلشنا كمحل هون أو كمؤسسة حتى نظهر كلمة راب وكلمة الإنجيل للزائرين المختلفين اللي بيجوا من مختلف النحاء العالم حتى يفهموا إيش هي تعليم يسوع وإيش هي تعليم القصص اللي في الكتاب المقدس وكمان حتى يفهموا كيف أنه الحياة اللي كانت بديك الفترة هي كانت مستخدمة وكانت موجودة حتى لحد يتقبل يمكن 100 سنة كان الناس بعدها تعيش بنفس طريقة الحياة اللي كانت يعيشوها أجداد وأبناء أبناء أبناء أبل ألاف سنين هل بتطلب الكتير من الأبحاث لتطوير هذا المكان؟ أكيد أخذ حوال أربعة سنين من الدراسات والأبحاث والحفريات الأثرية حتى نبني كل إشي بالظبط كيف كان بديك الفترة حتى إنه نكون يعني دقيقين وإحنا رحنا وزرنا أماكن أثرية مختلفة في البلاد هنا حتى لما نبني وكان كل وقت معنا في خبراء أثار اللي ساعدونا حتى نبني الأشياء بالظبط كيف كانت بديك الفترة هل وجدت كتير أثار لما بلشت هون؟ طبعا إحنا لقينا العديد من الأمور في الحفريات الأثرية لقينا معصرة عنب محفورة بالصخر لقينا سناسل أو مدرجات زراعية لأننا نحن نحكي عن تلة اللي كانت لازم حتى يزرعوه ويعملوا الجبل بشكل مدرجات زراعية ولقينا محاجر اللي كان يلعون منها الحجر ويبنوا لبيوت بالإضافة لهيك لقينا جهاز ري اللي بشمل قنوات ري وأبار مجمعات للماء وكما لقينا هنا برج للمراقبة وهذا كان جدا شيء مثير لأنه في واحد من أمثال يسوع في مركز وصحة 12 بيحكي يسوع هناك أنه إنسان زرع كرما وأحاطه بسياج أو بصور وحفر حوضه معصرة وبنى برجا وسلمه الكرمين وسافر وهذا المثال يطابق تماما للأشياء اللي إيناها هنا وهي الأرض هي بعيدة يعني بيت يسوع حوالي 500 متر يعني خمس دائما شي فأكيد يسوع كان يعني يعرف هاي الأرض وكان يجي عليها وهذا بثبت أنه الأشياء المكتوبة هي كانت تعكس برضو الحياة الطبيعية والزرعية اللي كانت وديك الفترة المسيح من الناصرة فعشان هيك إنه مر كتير من هون طبعا يسوع أكيد أجعل هذا المحل بدون شك لأنه هو كتير قريب على بيته وبتجواله في محل لمحل أكيد مرأ في هذا المحل وإحنا بنعرف أنه يعني كل واحد في بيته حوالين بيته بيعرف شو الأشياء الموجودة طبعا يسوع اللي كان يعلم ويحاول يوصل للناس وين هن موجودين فهو كان يمر في أراضي زرعية اللي هي يعني ما كان فيه عدة مزارع فذيك الفترة هم نحكي عن قرية صغيرة حوالي 400 أو 500 إنسان اللي كانت الأراضي الزرعية هي محدودة يعني حوالين المناطق السكنية وعندكم ممثلين للعروض الحية بيجلبوا الحياة للقرية في عنا هنا أكيد في عنا هنا أشخاص اللي شخصيات اللي بيكون لابسين لباس القرية والأديم بمثل شخصيات القرية بأشغال هن المختلفة إن كان الزراعة الفلاحين اللي بيعملوا الأعمال الزراعية المختلفة إن كان النجارة أو الحياكة أو النطور اللي بيبرأي الأرض من المنطرة أو البرج المراكبة في أشخاص اللي بتعكس كيف كانت الأشغال والحياة المختلفة ف Mia دولة بنسميهن الحجارة الحية السوف حكيه كتير عنهن أنا الحجارة الميتة اللي هي طبعا الأبنية والأثرات لكن الحجارة الحية اللي حكيي عنها هي السوف كتير اللي هي كانت الهدف من خدمة يسوف هون هي الناس اللي بيسميهن الحجارة الحية اللي هن كانوا المخدمين وهن كانوا يستقبلوا كلمة الله وهن موجودين عنا هنا حتى برضو يعكسوا طبيعة الحياة فهديك الفترة هل عندكم كثير من المتطوعين؟ أكيد في عنا هنا كثير من المتطوعين اللي بيجوا بالطوع من مختلف أنحاء العالم بيأخذوا شخصيات مختلفة بيلبسوا اللباس في هذه الفترة بيأخذوا كيف لازم يتصرفوا كشخصية في هذه الفترة وبمثل الشخصيات المختلفة وهذا بيضيف طبعا طابع حلو بيضيف أكثر ناس كتير لأنه طبعا عشان تكون قرية يعني من بين هنا قرية اللي تكون فيها ملان من الناس يعني مش بس عدد الأشخاص اللي بيشتغلوا هون وإنما كمان إضافة شخصيات المتطوعة بتضيف عدد كبير من الناس اللي بتكون القرية هيك ملاني ويعني يعني بتضج بالناس وهذا الشي كتير كتير حلو اللي بعطي يعني صبغة حلوة للقرية كيف كانت وهنا نفس المتطوعين طبعا بيستمتعوا في وجود هون اللي هني بيشعروا في أن هني رجعوا ألفين سنين لورا وكانوا كنا عايشين هاي الحياة ويختبروها وفي كمان حيوانات هون شو بيسووا؟ طبعا إحنا في عنا هون حيوانات اللي إحنا بنستعملهم إن كان الحمار المستعمل في الشغل الزراعي إن كان في الإحراتة بن حرة الأرض على الحمار أو بلف لوح دراس على البيضر أو المعصرة الزتون الحجر البد حتى نعصر الزتون وخرفان اللي بيكون في عندهم راعي وبرعاهن وإحنا بنعرف نيسوع كتير استعمل أمثلة وامثال عن العلاقة ما بين الراعي وما بين الخرفان وكيف تتطور هاي العلاقة وإحنا مختبرها هاي هون العلاقة كيف إنه هون بيصير ميزوا الراعي ويميزوا صوته ويلحقوه نختبرها بشكل حلو إذا الراعي تبعنا مثلا عطل مرة كان مريض الصبحيات وبيستبدلنا بواحد تاني بيكون عنده نهار صعب لأنه ما الخرفان بيميزوا صوته وما بيلحقوه بسهولة وما بيتبعوه مثل ما بيتبعوا الراعي تبعين هل بتعمل في كل فصول؟ طبعا إحنا هنا بنعمل الأشغال المختلفة بالمواسم بيشوفنا إنه إحنا عم نزرع أو منحرط الأرض بالمحرات القديم على الحمير واللوح الدراس وكمان إذا كان بيجي بالصيف بيشوفنا عملين نحصد وعلى بالمنجل ومندرس الأمح على البيضر بالخريف بين شهر عشر وشهر اتناعش إحنا منلقة الزتون ومنعصره بمعصرة الزتون الموجودة عندنا هنا فكل موسم إلوه الشغل المختلف تبعه حسب المواسم الزرعية المختلفة كديش ناس بيزوروا هاد المكان في السنة؟ تقريبا بيجي عنا بحدود الـ 65 ألف واحد كل سنة من الزائرين من مختلف أنحاء العالم هل هات بساعد في فهم الإنجيل لما حدا يزور هاد المكان؟ طبعا كتير من الأشخاص اللي زارونا هنا حكوا بيحكوا بيعطوا كتير انتباعاتهم عن هذا المحال إنه الإنجيل بيشوفوه الآن بطريقة مختلفة من زاوية مختلفة إنهن كان يقرؤوا الإنجيل لكن اليوم صار في عندهم خلفية معينة اللي هنه يرجعوا لها ويفهموا الإنجيل بشكل أوضح لأنه يسوع حكم للناس من حياته من طبيعة حياته من العادات والتقاليد من الأدوات اللي كانت مستعملة من طبيعة الحياة من الخلفيات اللي كانت موجودة الخلفية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الدينية فلما هاي الأمور كلها بتوضح الإنجيل بقصصه بيصير أوضح فالشخاص اللي أجله هنا كتير قالونا يعني إحنا كن نقرأ الإنجيل بطريقة معينة ولما نروح نحن نقرأ بطريقة تانية وبالعكس كمان أشخاص اللي ما قرأوا الإنجيل بحياتهم لما أجلوا عنا هنا إن فتحت شهيتهم لقرأة الإنجيل وصار يقولوا إنه إحنا رح نروحه بسببك وإحنا رح نقرأ الإنجيل وبالتالي الناس بتبلش تفهم ثقافة اليوم مش هيك؟ طبيعي الحضارة والتقاليد هي لب القصص الإنجيل لب قصص وأمثال يسوع فإحنا هنا بنعكس برضو كيف كانت الحضارة وكيف كانت التقاليد والعداد اللي معروفة على زمن يسوع اللي يسوع كتير استخدمها وحكي عنها ويعني بعض العداد التقاليد انتقدها كمان وبعض العداد التقاليد ذكرها وحكي عنها أو يمكن شجعها فمن خلال زيارة الناس لهذا المكان رح تتوضح أمور التقاليدية بشكل واضح في القصص الإنجيل اللي هن رح ين يفهمها بشكل أوضح ليش بتقوموا بعض الأشياء؟ طبعا إحنا بنعمل هذه الخدمة حتى نظهر كلمة الله وكلمة يسوع وتعاليم يسوع وأمثاله وقصصه للأشخاص اللي هن يمكن إروا للإنجيل لكن بزيارتهم في القرية بتاعته يعني توضيح أوسع وكمان للأشخاص اللي ما سمعوا أو ما قرأوا الإنجيل من قبل هي فرصة إنهن يسمعوا كلمة الله يسمعوا الإنجيل يسمعوا تعاليم يسوع واللي طبعا إنه ممكن يعمل تغيير في حياتهن واللي يفتح شهيتهن على إنهن يقرأوا الإنجيل لما روحوا على البيت شو هي صلاتك للأشخاص اللي بتزور هاد المكان هنا طبعا صلاتنا إلى الله إنه كل الأشخاص اللي بيجي لهنا تنفتح أعيونهن على معرفة شخص الرب يسوع المسيح على معرفة شخص شخصه وعلى محبته وعلى الحياة الأبدية اللي هو بعطيها من خلال كلمته والأشخاص طبعا اللي بيعرفوا يسوع وهن يعني مؤمنين لكن أمور الإنجيل شوية صغيرة مش واضح لإنهن تنفتح أعيونهن حتى يفهموا كلمة الله بشكل أوضح شو هو عنوان موقعكم على الإنترنت للناس اللي بيحبوا يعرفوا أكتر عنك طبعا إحنا عنا موقع إنترنت اللي هو كبير وفيه أشياء كتير كتير غنية اللي هو طبعا www.nazarethvillage.com اللي فيه برضو غير عن بعض القصص والتعليم والأشياء فيه أشياء اللي هي مثل الصور وفيديوهات اللي احنا أخذناها عن هذا المحال وبعض الأمثال والقصص برضو محكية فيه شكرا عامر وشكرا لإستماعك ولبرنامج أحدث فرقا معي أنا إلياس كسابري وإنت شو بتعمل عشان تحدث فرق في مجتمعك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر